موسيقى لقطات عشوائية من مسلسلة أفلام أجنبية تعتبر جزء محوريا من الثقافة الشعبية لأجيال عدة فهي تمثل أداة للتبادل الثقافي ساعدت في تقارب الشعوب بالطريقة غير مباشرة بنت لبنى؟ هيوة! ركز كده؟ لبنى عندها بنتي يا لؤي دي نسخة طبط الأصل منها يا محوفاتي نور حياتي إيه اللي بيحصل ده؟ ولا يهمك أنا طلعت في التلفزيون أنشئت مصريا ميدي عن 1999 وهي شركة متخصصة في ترجمة سوى دبلاجات الأفلام والمسلسلات الأجنبية هي مصرية ميدي في الأول كانت ترجمة بيسيكلي هيكت حاجة سبتايتلنج بس اللي هو الترجمة العادية ترجمة الأفلام عادي جدا جنل التسعنات وبعد كده ضيفنا عائشة كانت عائشة سليم اللي هي الداركتور في دوبنج أو مديرة الدبلاج يعني بالوقت جت كانت شغالة في ديزني الأول في مكتب ديزني هناك كانت نسؤول عن القسم العربي ودى كده لما جت مصر فتحت زي قسم تاني تحت مصرية ميدي جنب السبتايتلنج ده عندنا الدبلن كمان الهود بلاج بدأنا ندبلش بقى الأفلام اللي هي بقى مختلف قوي كارتون، لايف اكشن، دوكومنتي، حاجات كثير قوي نهاية دي الترجمة انت بتعمل كوميونيكيشن، انت بتعمل تواصل ما بين لغة نقل من لغة للغة تانية بحيث ان انت تنقل مش الكلام بس انت تنقل المفهوم كمان من ثقافة شعب لثقافة شعب تاني وبرغم أهمية الترجمة المكتوبة إلا أنها لم تكن الحل الأمثل دائما يتمثل دور الدبلاش في تركيب صوت ممثل آخر على صوت الممثل الأساسي حتى يقوم بترجمة صوتية ولكن حتى تتم عملية الدبلاش فهي بتمر بالعديد من الخطوات التقنية والفنية ولا تكتمل عملية الدبلاش إلا بوجود مخرج وممثل ومهندس صوت ومراجع لغوية ممكن أن تكوني مديرة الفريق؟ وسنتحدث صراحة في هذا حسنا؟ أنا بدخل للستوديو ومعي الورق السكريبتات بتاعت الفيلم أو المسلسل اللي إحنا داخلينه الحاجة طبعاً بتجيلي من الترجمة العربي وبيكون تمت مرحلة الكاستنج الاختيار الممثلين اللي حيقوموا بأداء الصوت وبيقوا الممثلين وأنا ببتدي بقى أخرج لهم الموضوع تعليمات من طبيبك ولا يقتصروا اختيار ممثلي الدبلاش على امتلاكهم صوتاً جيداً فقط بل أيضاً لمقدراتهم في التحقم بالصوت وفقاً للشخصية الناس كتير جداً يعتقد أن هما لما يعودوا قدام المايك المشكلة يعني يعني عادي سهل بالعكس أنا شايفة أن الدبلاش أصعب من أنك تمثلي سواء فيديو أو حتى مسرح لأن أنت مطلوب منك في زمن محدد تطلعي انفعال بعينه وإحساس لازم تبقي مدركة تماماً أنت بتقولي إيه لأن الموضوع فيه ثنك فأنك تبقي متوافقة مع الثنك والإحساس وتبقي عارفة اللي هو يعني فيه شخصات تبقى مطلوب منك أنك مثلاً زي شخصية سحرة بتنفعلي وبتتكلمي وبتاع ففي هنا ثنسة عالي جداً فإن أنت تضبطي ما بين المايك وما بين إحساسك وما بين أدائك وما بين الأداء اللي المخرج عايده والثنك نفسه على الشاشة ده مسألة مش سهلة أبداً ابتعدوا أيها الوحوش لا تقتربوا أنا لا أخاف منكم ابتعدوا وتنوعت آراء المختصين حول أهمية الدبلاش في الترجمة يلا يا رشيدة يلا عشان تاكلي خلي بكر يأكل بالنسبة للدبلاش مهم جداً في إيه بقى؟ أنك لما أنتش بتقدمي عمل يتماشى مع تقلدنا ويتماشى مع أخلاقيات الأطفال وأخلاقات الأسرة المصرية بيخليهم يكتسبوا مهارات إيه بقى مهارات؟ أنه بيتعلم بيسمع اللغة العربية الفصحة ودي نادراً ما بيقدم بها حاجة في التلفزيونات كلها باللغة العربية الفصحة فبيستفيد من اللغة العربية الفصحة بيعرف إزاي بتطنيط الكلمات بيضاف إلى مخزونه اللغوي كلمات ما بيسمعهاش أكيد بيشوف تصرفات الغلط ويشوف التصرفات الصح فبالتالي بيستفيد عملت حاجة كتير قوي أهمها فيلم دامبو كنت أعمل دور ترمس اللي هو صاحب الفيل دامبو يلا قالي هط لازم أنضف رودانك المفروض أنك تفرح الترجمة مهمة قوي ومهم يكون فيه أمانة في الترجمة إلى جانب أنه الحفاظ على ثقافتنا وعادتنا وتقاليدنا أنه ما يفعش ينترجم حاجة بتاعتهم ما تنفعش عندنا هنا لأنه أولادنا هيقولوا يعني إيه يا بابا ودائماً ما تختلف اهتمامات أفراد العائلة الواحدة إلى أن الأفلام تساعد في اجتماعهم إذا كانت عملاً فني مفهوماً للجميع وصالحة لكل الأعمار سلم نادر لتلفزيون الجامعة الأمريكية القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر